عبد الله نحن صراحة بنتقل لموضوع جدا مهم وهو مميز و لمرب الأجيال للمعلم حقيقة نحن أساءنا كثير نحن كناس كطلاب يعني مرينا بمراحل وتعلمنا على أيدي معلمين تركوا فينا أثر و ما زلنا نتذكر الأثر يتركوا المعلمين فينا و معلم يفرق معهم و كلهم معلمين لكن أنت في معلم يعني وضحت الوصول بكم أنجح معلم مر عليك و كان فيه أشياء تعملات بسيطة بسيطة جدا الهجمة التي نالت من المعلمين في الفترة الأخيرة كانت جارحة و من أحب معلم يعني يجد هذا التجريح مضر أبو عبد الله أكيد مخيلتك يمر عليك معلم ناجح مر عليك و ترك فيك أثر كثير حتى كان فيه هاشتاق جميل كنت أتابعه قبل فترة في التويتر معلم أثر في حياتك أو فيك يعني بالفعل نتذكر مدرس في أول ابتدائي الله تقول بالخير كان اسمه الأستاذ عبد الله الأقصم كان يجب لنا كرمل يعني أي إنجاز لك تحققه أو واجب تؤدي إلى الآن ذكر الكرمل و كان له طعم خاص يعني مع أنه ما كان قيمة نص ريال ما كانت لك الهدية تكون مثلا الغالية أو الثمينة لكنها كانت رمزية الدعرية التي تلافت أي و لأنها محببة يعني فيها ما زالت والله كل ما شفتها الآن أتذكر شخصية ذلك المعلم فبالفعل أذكر برضو مدرس درسني في في الثنوي كان مدرسين لاثنين هم في الثنوي أثروا فينا كثيرا والله واحد اسمه عبد الله السريحي والثاني والله أنا اسمه سات سامي بس سامي إيش نسيت واحد منهم مرة كان يتكلم عن عظمة العلماء المسلمين ما الذي صنعوه في تاريخ الأمة والله كان الكلام كان يربطكم بنمادي تماما كان يمكن شبه مبكي الكلام واحد ثاني كان يتكلم عن صناعات المسلمين بين الحاضر والمستقبل يعني مثل هذه الموضعات الذكر كأنه الآن هو يتحدث أمامي و غرس غرسا لكن الذي كان يهزئنا ما نسيته طواه الدهر انتهى يعني صراحة من الأشياء الجميلة التي كنت أذكرها أيضا المعلم اسمه أسامة قاري كذلك كان له تأثير جدا كبير في التحفيز كان يحفز دائما للطالب وتحفيزه ترى للطالب المتكاسل أكثر ترى من الطالب الزمين فهذا يحمس الطالب المتكاسل